البرلمان يطالب مجلس القيادة الرئاسي بخطوات عسكرية حاسمة لردع ميليشيا الحوثي اندلاع مواجهات متقطعة بين الجيش وميليشيا الحوثي في ثلاث جبهات في تعز وتظاهرة إلكترونية تطالب بالتحقيق في تورط الأمم المتحدة بدعم زراعة الألغام الحوثية أهلا بكم طلبت هيئة رئاسة مجلس النواب مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة اتخاذ القرار لردع أعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة الدولة بمختلف الوسائل وفي مقدمة الوسائل العسكرية الهيئة في بيان لها دعت مجلس القيادة إلى تحريك جميع الجبهات وإنقاذ الشعب من الجرائم التي يمارسها الحوثي يوميا وإيقاف وصول كل ما يقدم من عوائد مالية للحوثي ويوفر له أسباب البقاء والاستقواء وفقا لوكالة سبا وشدد البيان على مجلس القيادة الرئاسي والتحالف القيامة بما يلزم لتلقين تلك الميليشيات الدروس التي تدمر قدراتها العسكرية وتكسر شوكتها وتضعها أمام الاستحقاق العادل لخياراتها العدوانية مؤكدا أن وثيرة التصعيد الحوثيات تنظر بمراحل خطيرة من التهديدات التي تستهدف اليمنيين ودول الجوار وأمن الملاحة البحرية العالمية والتجارة الدولية عسكريا اندلعت مواجهات متقطعة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز وقال مصدر عسكريا ليمن شباب إن وحدات الجيش والمقاومة أخمدت مصادر نيران حوثية في منطقة غراب والخمسين وتبت الضنين عقب السدافة بمدافع الهون لمواقع الجيش في أطراف المطار القديم وغربية المدينة وأشر المصدر إلى اندلاع مواجهات متقطعة بالأسلحة الرشاشة بين الجيش والميليشيا الإرهابية قرب مستشفى الحمد في الجبهة الشمالية الشرقية بتزامن مع مواجهات مماثلة في وادي الصالة بالجبهة الشرقية أصيبت عدد من النساء جراء انفجار لغم زارعته ميليشيا الحوثي الإرهابية الشمالي محافظة الجوف وقال مصدر المحلي إن ثلاثة نساء أصبنا بانفجار لغم زارعته الميليشيا في منطقة القعيف في مدرية برط العنان دون ذكر المزيد من التفاصيل ووفقا لتقارير دولية وأممية فإن ميليشيا الحوثي فاقت تنظيم القاعدة وداعش في زرع الألغام المضادة للأفراد مؤكدة أن المحافظات اليمنية ملوثة بملايين الألغام التي زرعتها الميليشيا بكثافة في مختلف المناطق الزراعية والشوارع والطرقات والمنازل في غضون ذلك شهدت منصات التواصل الاجتماعي مساء السبت تظاهرة إلكترونية واسعة للمطالبة بالتحقيق في ضلوع منظمات أممية ودولية في دعم وتمويد صناعة وزرع ميليشيا الحوثي الإرهابية للألغام الأرضية على نطاق واسع في اليمن وأغرد مئات النشطاء والإعلاميين والصحفيين والمواطنين تحت هاشتاج ألغام الحوثي بأموال أممية مؤكدين مشاركة الأمم المتحدة ومنظمات دولية في تلويث الأرض اليمنية بنحو مليوني لغم زرعتها ميليشيا الحوثي بتمويل ومساعدة دولية وجاءت تظاهرة الإلكترونية عقب ساعات من تنظيم ضحايا الألغام ومنظمات المجتمع المدني في تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحقيق في تورط منظمات الأمم المتحدة في استشهاد وإصابة ألاف المدنيين من ضحايا الألغام وذلك بتمويل زرعها من قبل ميليشيا الحوثي دعم أممي للموت في اليمن مقولة أثبتتها الحقائق وشهادات تضمنها تقرير لخمس منظمات حقوقية صدر الأسبوع الماضي اتهم صراحة الأمم المتحدة ومنظماتها بدعم أنشطة تصنيع وزراعة الألغام التي حصدت أروح الألاف من المدنيين ارتباط وثيق وعلاقة غير شرعية بين الحوثي والأمم المتحدة ومنظماتها بقيت هذه العبارة تتكرر في أذهان اليمنيين وتستحضر مع كل قصف أو جرائم حوثية تتغاضى عنها الأمم المتحدة ومع كل دعم ومشاريع في مناطق الحوثي لمنظمات أممية وغياب في مناطق الشرعية لم تعد تلك الحقيقة مجردة من الأدلة بعد أن وثق تقرير حقوقي حديث أربعة أنواع من الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لميليشيا الحوثية عبر منظماتها ووكالاتها العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن التقرير الذي حمل عنوان دعم الموت شراكة في الجريمة أحاط بالقضية شديدة الخطورة المتعلقة بالدعم الأممي الميليشيا إرهابية وسرد طبيعة الدعم المقدم لها والذي تنوع بين عدة وسائل أبرزها تقديم الأموال والعتاد وأعمال التدريب والتأهيل للعناصر الحوثية التي تقوم بزراعة الألغام إضافة إلى تسهيل عمليات تهريب الخبراء الإيرانيين إلى اليمن ليكشف عن علاقات مصالح مشتركة وعمليات فساد مالية وإدارية بين الحوثيين ومسؤولي المنظمات الأممية في اليمن وبلغة الأرقام والمعلومات والأسماء حدد التقرير خمس منظمات أممية كأبرز قنوات الدعم الأممي المقدم لميليشيا الحوثي في اليمن وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائية والبعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ومنظمة الأغذية والزراعة الفاوة ومنظمة الصحة العالمية أيضا حيث اتهمهن التقرير بالضروع في تقديم الدعم المالي واللوجستي للميليشيا تحت غطاء مكافحة الألغام في الجانب المالي وثقت تقرير الحقوقي خمس عشرة منحة مالية قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحوثيين تحت مسمى مشروع مكافحة الألغام في اليمن خلال الفترة ما بين 2016 و2022 بقيمة 167 مليون دولار و221 ألفا و136 دولار ووضع التقرير المسؤول الأممي ستيفن براينت الذي يدير مشروع نزع الألغام الطارئ في اليمن منذ يونيو 2017 ضمن قائمة العار الأممي لضلوعه بتمويل الحرب الحوثية بمائة وثلاثة ملايين دولار وتسعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وأربعين دولار خلال مرحلة مشروع نزع الألغام الأولى والثانية لم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط فقد كانت الوكالات الأممية بالغة السخاء مع الحوثيين ومنحتهم عتاد حرب كبيرة من بينه على سبيل المثال 420 سيارة حديثة للحوثيين منها 20 سيارة دفع ربعي سلمها البرنامج الإنمائي للميليشيا الحوثية في الحديدة بالذريعة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام إضافة إلى 400 سيارة دفع ربعي النوع جيب استخدمتها الميليشيا جميعها بحسب التقرير لأغراض عسكرية ولأن العلاقة بين الميليشيا والأمم المتحدة وهيئتها تجاوزت مرحلة الإعجاب المتبادل والإسناد والدعم فقد وصلت إلى مرحلة التدريب حيث رصد التقرير 60 نشاطا وفعالية تنزعمت ميليشيا الحوثي تنفيذها بتمويلا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف وللعلاقة السوداء بين الجانبين دهاليز مظلمة كشفها التقرير أبرزها تهريب 160 شخصا من الخبراء الإيرانيين وضباط الحرس الثوري وعناصر حزب الله إلى اليمن بإشراف وكالات أممية من خلال رحلات جوية وعبر المنافذ البرية والبحرية التي تشرف عليها وأغلب هذه الرحلات كانت من خلال الجسر الجوي الذي دشنته الأمم المتحدة بين صنعاء وجيبوتي بدءا من الثلاثين من وارس 2015 حيث كانت المنظمات الأممية تهرب هؤلاء تحت لافتة الدواعي الإنسانية والطبية فيما كان هؤلاء يصلون لتدريب ميليشيا الحوثي على زراعة الألغام والتخطيط لحربها ضد اليمن ولعلى تهريب الهالك حسن إيرلو ضابط الحرس الثوري أبرز حادثة تهريب أضاف تقرير دعم الموت تفاصيل جديدة للقصة تشير لأنه نقل على متن إحدى طائرات الأمم المتحدة برفقة ثمانية آخرين يحملون الجنسية الإيرانية واللبنانية بينهم أربعة خبراء في صناعة الألغام والأشراك البحرية والمتفجرات المموهة والحديثة وعلى الرغم من فضاعة هذا التورط الأممي والجرم المشهود والعيب الأسود بحق الأمم المتحدة ومنظماتها الداعية لمحاربة الإرهاب في حين تنخرط في دعم وتمويل أخطر ميليشيا إرهابية إلى أن هذا فقط ما ظهر على السطح واستطاع راصدون توثيقه أما ما خفي فهو أفضع وأعظم أفادت مصادر محلية بوفاة الشاب بعد خروجه من أحد سجون ميليشيا الحوث الإرهابية شرقي محافظة تعز وطبقا للمصادر فإن الشاب عزيز دبوان محمد الدهمشي توفي بعد خروجه بشهرين من معتقلات الحوث في منطقة الحوبان حيث أنه منذ إطلاقه وهو في حالة موت سريري جراء التعذيب الذي تعرض له في السجن وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوث اختطفت الدهمشي من الشارع في منطقة الحوبان وأودعته في مدينة الصالح التي تتخذ منها سجنا لمعتقلها لحين تواصلت بأسرته قبل الإفراج عنه وأبلغتهم أن ولدهم قام بشنق نفسه داخل السجن وأسعف إلى المستشفى وهو في حالة موت سريري إلى ذلك يواصل 30 مختطفا في سجن ميليشيا الحوث الإرهابية إضرابهم عن الطعام منذ أسبوع رفضا للانتهاكات التي يتعرضون لها وللمطالبة بالعدلة وذكر مصدر حقوقي أن المختطفين في سجن المخابرات الحوثي في حي شملان يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ الخامس من نوفمبر الجاري رفضا للانتهاكات التي يتعرضون لها ورفضا لاستمرار اختطافهم وأكد المصدر أن معظم المختطفين منذ عدة أعوام دون أي تهمة أو محاكمة ويتعرضون للتعذيب بشكل متواصل من الميليشيا الإرهابية التي ترفض الإفراج عنهم ما دفعهم للإضراب عن الطعام شك مواطنون وتجار فرض ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب جبايات مالية جديدة عليهم تحت ذرائع مختلفة وقال المواطنون أن القيادية الحوثي أبو شاكر الشبابي منتح صفة مدير أمن مدرية المخادر يستغل منصبه لفرض جبايات مالية على تجار ومواطنين في منطقة مفرق حبيش والدليل ومناطق أخرى بالمدرية في الوقت الذي يهدد من من يرفض بالسجن والاختطاف وأكد المواطنون أن الإرهابية قوموا بإرسال عناصر تابعة له لأخذ جبايات مالية بالقوة من التجار ومالكي المحال التجارية تحت مسميات عدة بين الفينة والأكرة وسط مطالبات واسعة بوضع حد لتلك الجبايات التي تنعكس على أسعار المواد الغذائية والسلعية وفي صنعاء فرضت ميليشيا الحوث الإرهابية قيودا جديدة على طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية في تصاعد لوثيرة انتياكتها لحقوق المرأة والتضييق على الحريات وطبقا لوثيقة رسمية فقد وضعت الميليشيا في تعميم صادر عن مكتب التربية والتعليم في الأمانة قائمة لها أسمتها ضوابط الرحلات المدرسية حيث منعت الضحك في حافلات الرحلات المدرسية للطالبات وسماع الأغاني داخل الباص أو خارجه وكذا حمل الهواتف المحمولة كما شرطت الميليشيا الإرهابية على إدارة المدارس التي تعتزم تنظيم رحلات للطلاب تقديم طلبا إلى المنطقة التعليمية يتضمن كافة تفاصيل الرحلة مشتريطة موافقة مسبقة من قياداتها وألزمتها بتعيين مشرف لباص البنين ومشرفة لباص الفتيات بعد فصل الجنسين خلال الرحلات في إطار مسعيها لتكوين مجتمع منغلق ومتطرف نظم عشرات طلاب اليوم الأحد وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير أحد زملائهم الذين اختطفهم مسلحون مجهولين في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي وندد المحتجون بحادثة اختطاف المسلحين لطالب حمير سالم باعكر صباح اليوم الأحد من أمام ثانوية جسار بروضة شبوة حيث كان في طريقه إلى المدرسة مؤكدين أنه حين حاول عدد من الحاضرين منع اختطافه باشرهم المسلحون بإطلاق النار يشار إلى أنه عقب الحادثة أغلقت المدرسة أبوابها استنكارا للحادثة ونظمت الوقفة التضامنية مع الطالب معبرة في ذات الوقت عن رفضها لاعتداء على حرم المدرسة وطلابها أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة ضبط عصابة تمتهن لابتزاز الإلكتروني والنصب والاحتيال والسرقة أكد المركز الإعلامي لمحافظة المهرة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عصابة تمتهن عمليات الابتزاز والنصب والاحتيال مكونة من سبعة أشخاص وثلاث نساء بعد بلاغات تقدمت بها عدة جهات تعرضت للابتزاز من قبل تلك العصابة وأكد المركز أن العصابة تقوم بتواصل مع الضحايا بعد صور فاضحة عليهم لممارسة الابتزاز المادي حيث يقوم الضحايا بإرسال تحويلات مالية عبر إيداع في حساب وكلاء الصرافة في سلطنة عمان ومن ثم يتم تحويل تلك المبالغ بأسماء وهمية وأسماء نساء يتم استغلالهن حيث بلغت المبالغ النقضية المحولة عبر إحدى الصرافات خلال شهر واحد أكثر من ثلاثة وثمانين ألف ريال عماني رياضيا أصدر محافظ عدن أحمد حمد لملس قرارا بتكليف الكابتن وجدان محمود عبد الرحمن شاذلي مديرا عاما لمكتب الشباب والرياضة في المحافظة ويعد وجدان شاذلي نجما كرويا انخرط سابقا في صفوف متخباتنا الوطنية وناديي الشرطة ووحدة عدن ويأتي تعين مدير جديد لمكتب الشباب والرياضة في عدن بعد أن أوقفت لجنة مشتركة من السلطة المحلية ووزارة الشباب والرياضة مدير المكتب السابق في عدن عرفات محمد قاسم وإحالته لتحقيق ردا على قرارات غير القانونية بتغيير الهيئات الإدارية لأنذية وحدة عدن والشعلة والجلاء وفيما يخص الأحدث الأبرز عالميا منذ الكأس العالم الذي يقام لأول مرة في أرض عربية يشارك المنتخب المغربي في البطولة للمرة السادسة في تاريخه والثاني على التوالي ويهدف لتكرار سيناريو 1986 عندما وصل إلى الدور ثمن النهائي لكن وقوعه في مجموعة قوية خطوة قد تصعب المهمة من بين أربعة منتخبات عربية مشاركة في كاس العالم في فا قطار 2022 يبرز المنتخب المغربي كصاحب سجل حافل لما حققه من نتائج خلال مشاركاته الخمس السابقة ويشارك منتخب أصود الأطلس في كاس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي ويهدف لتكرار سيناريو 86 تسعمائة وألف عندما وصل إلى الدور ثمن النهائي لعب المغرب خلال مشاركاته السابقة 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في خمس فيما خسر في تسع مباريات وسجل 14 هدفاً ودخل مرماه 12 هدفاً المنافسون التقليديون للمغرب بشكل رئيسي هم الجزائر وتونس ومصر كما خذ المغرب مباريات تنافسية للغاية ضد الجابون وساحل العاج بسبب لقاءاتهم المتكررة في السنوات الأخيرة أنتج المغرب العديد من اللاعبين الموهوبين عبر الزمن وخاذوا مسيرات احترافية في الدوريات الأوروبية الكبرى ويعد من أفضل المنتخبات في تاريخ كرة القدم الإفريقية يعد المنتخب المغربي أفضل منتخب كرة قدم أفريقي عندما احتل المرتبة العاشرة في تصنيف فيفا العالمي في أبريل 98 تسعمائة وألف كأول منتخب أفريقي في التاريخ يصنفه الفيفا ضمن أفضل عشرة منتخبات وطنية لكرة القدم في العالم ويعد المنتخب الأفريقي الوحيد في التاريخ الذي احتل صدارة تصنيفات الفيفا العالمية لثلاث سنوات متتالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم من 97 تسعمائة وألف إلى 99 تسعمائة وألف في فبراير 2022 احتل المغرب المرتبة الرابعة عشر كأفضل منتخب في العالم في مشاركته الأخيرة في مونديال روسيا 2018 استطاع أن يحقق التعادل أمام إسبانيا ثم طلق هزيمتين أمام البرتغال وإيران ليخرج من الدور الأول للبطولة يسعى أسود الأطلس لكتابة التاريخ في هذه النسخة حيث يقع في مجموعة قوية تضم كندا وبلجيكا وكرواتيا ويقص المنتخب المغربي شريط مبارياته في المونديال مع كرواتيا في الثالث والعشرين من نوفمبر على استاد البيت ثم يلاقي بلجيكا بعد أربعة أيام على استاد الثمامة ويلعب مباراته الثالثة في مواجهة كندا في الأول من ديسمبر على الملعب نفسه ختم النشرة وهذا تذكر بأبرز عنوينها البرلماني يطالب مجلس القيادة الرئاسي بخطوات عسكرية حاسمة لردع ميليشيا الحوثي اندلاع مواجهات متقطعة بين الجيش وميليشيا الحوثي في ثلاث جبهات في تعز وتظاهرة إلكترونية تطالب بالتحقيق في تورط الأمم المتحدة بدعم زراعة الألغام الحوثية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة